إن شاء الله التوفيق طب رؤيتك للمجموعة دي المجموعة يمكن بعد الجولة التانية اشتعلت يعني طبعا بخصارة النادي الأهلي فوز فيتا كلاب على المريخ المباراة يعني المجموعة اشتعلت انت شايف نبص الڭدام انت شايف ان شاء الله ترتيب المجموعة بإذن الله الأهلي يكون متصدر مين يكون موجود مع النادي الأهلي عندنا طبعا سيمبا وعندنا فيتا كلاب ويمكن المريخ أمال وضعف خلاص أماني وضعفت بصورة أو بأخرى في يعني هزمته على ملعبه. كانت مفاجأة بالنسبة لي أنا شخصيا. حتى رغم خسرتهم من نادلالي هنا 3-0 إلا برضو فرقة. يعني لعبه آخر عشر ده ربع ساعة. واحدة في القايم واحدة فيه. واكتر من كرة صدرها شنايو. فحسيت أنه فيه. لا فرقة عندها. يعني آمن أنها ممكن. لكن مفاجأة وصدمة وربعية على أرض في الخرطوم. على أمودرمان قضت على الأمان. فأعتقد الترتيب المجموعة هيكون المنافسة فيه. مباراة يوم السبت يا كابتن هاني مباراة هتحدد برضو خارطة المجموعة. ومباراة سيمبا مع المريخ برضو المباراتين دول هما إيه؟ نقاط مفصلية. هيبقى إذا سيمبا تمكن أنه يحواصل الأداء وأنه هو أنا معرفش المباراة التانية في تنزانيا ولا في الخرطوم يعني لو فاز خلاص سيمبا خلاص يبقى عدد. لو كسب هيبقى عنده تسع نقاط خلاص كده متصدق. هيبقى الصراع يعني إن شاء الله الأهل يكتاز فيتا ومباراة الأهل مع فيتا التانية. بعد المباراة اللي جاية اللي هي العودة هتتتضح ملمح. آه بعد الجولة الرابع. آه بعد الجولة الرابع هتتتضح الملمح. مين اللي هيبقى الأول لأنه كمان بعد كده أنت عندك سيمبا جاي بقى هيجي لك هنا بقى في القارة. طبعا هنا بقى المباراة هي هنا اللقطات اللي هي تبقى إيه الفوز هنا على فيتا يديك الأمل ويدعف الأمال وخلي مباراة العودة مع فيتا تبقى صعبة جدا. كمان ده طرح مسئولية برضو تاخد بالك منها يا كابتن. الكلام تكلم على إنه المباراة اللي بتقام العصر وإنك إنت لك فترة ما بتلعبش في الشمس. بتلعب دهما لكل مباراتك ما إيه مساء يعني وأعتقد إنه معرفش فيه تهيلعب مباراته. هو سيمبا والمريخ يلعبوا المباراة الأولى في السودان والتانية هتبقى في تنزانيا. طائم يعني ممكن. موارد كل شيء وارد في الكورة. يعني خلي بالك هو النادي الأهلي أعتقد النادي الأهلي بيبص نفسه بس يعني إحنا إن شاء الله بإذن الله هتكسب إن شاء الله بره وجوه وترجع إن شاء الله تكسب مباراة هنا في مصر. لازم. يبقى أنت متصدر المجموعة ودائما بص نفسك الأولى. لازم الست نقاط دول. يعني على الأقل مش عاوز أقول تطلع بالستة مفيش تنازل عنهم أو تطلع بالأربعة. على الأقل. على الأقل إن كنت عشان تحافظ على فوزك إن شاء الله هنا وعمل نتيجة إن شاء الله إيجابية مع فيتا. ونفوز على فيتا يعني إذا كان سيمبا فاز عليه مش هتفوز إنت على فيتا. أعتقد الأمر يعني محتاج تحديل بشكل مميز والأهلي عنده قدرات وإنها تقدر إن شاء الله هنا. بعد مباراة هنا هيبقى تتضح منامح الفريقة تشوفه قدامك. أكيد هم إن هم جايين بدري. وعارفين لك يعني خلاص تعال نحضر وروح نعيش الجو هناك ونتأقلم وبتاع ونشوف نزاكر. ده أمر خلي بقى لك يقول لك إن هم مش هيجايين. المباراة مش تبقى سهلة. مباراة صعبة جدا. ولازم نعب تالي بعارفين كده إنه يواجه منافز شرس. عنده طموحه والآخر في إنه هو يذهب بعيدا في البطار. أنا كنت بتكلم يمكن في الإنترو من أهم النقاط إن شاء الله النادي اللي يلعب عليها. إنه على الأهل الشرط الأولاني. يعني نحاول بقدر مكان يكون فيه هدف. ده هيريحنا جدا. لأن الطول ما الوقت بيعديه. خاصة هم طبعا بالنسبة لهم لو خدوا نقطة يبقى مكسب بالنسبة لهم. لكن في اعتقاد الشخص النادي الأهلي لازم يبقى فيه ضغط من قدام بشكل عالي جدا من بداية المباراة. الجزء اللي شفناه في مباراة طلاقع الجيش الأخيرة آخر عشر دقايق. النادي الأهلي هو اللي يبدأ بكده. يبدأ بالضغط العالي. يبدأ بالهجمات. ونبدأ نستريح شوية. لأن فيه بعض المباراة بلغة القرى الشرط الأولاني بيهرب مننا. ونبدأ الشرط التاني بشكل أفضل شوية. ولكن عايزين نريح من بدلي. عايزين نستريح من بدلي. عدم تسجيل هداف الدوم هم القوة والإصرار والتمسك بالأمل. فأنت محتاج زي ما تقول حضرتك كده بالضبط. لابد إن شاء الله يكون التوفيح اللعيبة في المباراة. أن هم يحاول يخطفوا هدف مبكر. هدف مبكر بيصيب المنافس. خلي بالك بالإحباط وبيديك أنت قوة أنك تتزود غلتك من الهدف وده بيديك دفع. فأنت أعوز أقولك أنه من البداية إحراز هدف مبكر هيكون أصاره. يعني إيجابية كبيرة جدا على الفريب. تهدي اللعيبة وتديهم صحة أن هم خلاص يتمكنهم من إحراز الهدف الثاني والثالث. فهده لكن تأخير عدم. يعني زي مباراة المريخ شوف أنت جملة الفرص الضائعة في مباراة المريخ في شو الأول كان عاملت زي. ماشي. ولكن أنت شوف بداية الهدف جات من كام. من بداية من بعد 54. 54. وإكدت 60. وبعد كده وضيعت برضو أكتر من من فرصة والحاكم حرمك من ضربة جزاء واضحة. مش عايزة كلام. فعاوز أمباراة فيتا. لابد من البداية قتل المبراء. بإحراز هدف مبكر حتى يحرم الفريق. إلا ألا يدخل في المبراء بالشكل وبآخر. يبقى عنده طمع. وإنت في الحالة دي هيبقى في صراع بدني. وقوي جدا وصراع على الكرة. فأعتقد أنه ده كل في الحسابات. أكيد مستر المسلمين يعامل كل الحسابات في الكلام ده. وكيد العيب يحسين بأهمية.